اهلا بحضراتكم من جديد ويبدو ان الكاراتيه كتب عليه ان يسطر التاريخ دائما اربع لعبين صعود اربع لعبين مصريين لنهاية بطولة العالم في دبي وده انجاز كبير يضاف الى انجازات الكاراتيه المصري اربع من لعيبة منتخبنا الوطن الكاراتيه قدروا انهم يتأهلوا المبرانة النهاية في بطولة العالم واللي بتتلاعب دلوقتي في مدينة دبي الامراطية اللعيبة هم طبعا مين هنقولهم بالاسامي وزنهم احلام يوسف في وزن خمسة وخمسين يوسف بدوي في وزن تحت اربعة وثمانين عبدالله ممضوح في وزن تحت خمسة وسبعين كيلو جرام من الشعبان في وزن فوق تمانية وستين كيلو جرام البطولة دي بتتلاعب الفترة من ستاشر الواحد وعشرين نوفمبر اللي احنا فيه واللي مشاكل بشارك فيها كام الف وامتين لعب ولعبة رقم كبير جدا وده يدل لكم ان الكاراتيه بتنتشر على مستوى العالم منتخبنا بيشارك بخمستاشر لعبة في البطولة دي ولسه عندنا فرص في زيادة عدد لعبتنا اللي صعدوا خلال الايام اللي فاتت بس عايز اقول لكم حاجة ان الكاراتيه اكبر خسارة لنا انه خرج من الولمبيات لانه الحقيقة انا مش عارف ازاي بيتم اختيار لعب الولمبيات يعني انا نفسي فيه العاب بتبقى شعبية جدا ومنتشرة ومش دخلة في الولمبيات وفيه العاب اقل انتشارا ودخلة في الولمبيات الحقيقة بمعايير غريبة شوية الوحيد كان يعني نفسه يشوف الالعاب مش هين المتفوق فيها مصر بس الالعاب المنتشر على مستوى العالم كله ولكن هو ده الولمبيات وهي دي اللجنة اللي بتحط الالعاب او بتقول مين يخش مين يخش ما يخشش بس الكاراتيه يستحق يستحق ان ليكون مكان سابت في الالعاب الولمبيات معرفش ممكن يطلعوا ايه بس لازم يكون له مكان سابت ودي هتبقى فرصة لنا كويسة جدا ان احنا ناخد اكبر عدد من مديليات اشتركوا في القناة